تقول أنا أحفظ خمسة أجزاء من القرآن لكنني تقول عندما أدخل في الصلاة أنسى هذا الذي حافظته تقول يعني أنا كنت مواضبة على يعني سورة البقرة والورد اليومي لما بدأت الحفظ تقول يعني بدأت أنسى ما هو الأفضل الاستمرار على الحفظ أم الاستمرار على الورد اليومي أختي أم فائز بارك الله فيك أولا يعني أنا أريد أن أطمنك بأن هذا أمر طبيعي وليس أمر يعني غريب جدا كثير من الناس اللي يحفظون إذا جاء في الصلاة ما استحضر الذي يحفظه يعني يختلفون الناس في من الناس الله مبارك حفظه يعني قوي وفي من الناس حفظهم مهلهل ضعيف مثلا وفي من الناس من يرتبك أحيانا هو يحفظ لكن سبحان الله إذا دخل الصلاة في حسابات عنده يبدأ يقول أخشى كذا أخشى كذا فينسى فلذلك أنت لا تحملين الأمر يعني فوق ما يحتمل أو أنك تظنين في شيء لا أنت على خير الحمد لله هذه الخمسة أجزاء نعمة من نعم الله فأنا أنصحك يا أختي الفاضة بالاستمرار بالحفظ وأن تقرأ اللي تستطيعين يعني ما دام أن الآن ما تستطيعين القراءة من أول المفصل مثلا اقرأ من جزء عمه اللي تحفظينه وهذاك راجعيه بره وأنا أجزم يقينا يا أم فايز أنك لو خرجت خارج الصلاة تجدين أنك تحفظين لماذا؟ لأن مثل ما ذكرت لك أنواع الناس بعض الناس سبحان الله يصيب مثل الرهاب لما يدخل الصلاة ويتبدأ حسابات أخشى كذا أخشى ينقص الأجر فيضيع الحفظ عنده خارج الصلاة لا يسمع لو سمعت لك بنتك تقول ما شاء الله الوالدة طيب يعني حفظها داخل الصلاة فأنت لا تقلقين خليك على الحفظ واستمر ما في أعظم من أن الإنسان يمتلى صدره بكتاب الله عز وجل ويوم القيامة يقال لقال القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا قال كثير من أهل العلم عند آخر آية كنت تقرأها يعني تحفظها فالحمد لله الحفظ يجمع لك الخير كله يجمع لك الحفظ القرآن وصدرك يمتلى بكتاب الله يجمع لك المراجعة مراجعة الحفظ ويجمع لك الورد اليومي تقرأينها أيضا ويجمع لك خير كثير ولله الحمد والمن وهذا ما يمنع أنك الآن عندك يعني صورة البقرة والورد اليومي ما يمنع هذه مصالح شرعية ولله الحمد لا تتعارض أبدا وأن ما يستطيع الإنسان يجمعها إذا أعطاها الوقت إذا أعطاها الوقت يجمعها ولله الحمد والمن ترجمة نانسي قنقر